شاهدنا الأعزاء في كل مكان السلام عليكم ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج كلام مباشر الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي في ولاية الجلفة تحديدا في بلدية القديد أثارت تساؤلات كثيرة وما تزال تطرح علامات استفهم عن هذا الشاب الذي يظهر على الشاشة عمر بن عمران والذي اختفى عن بيته لمدة 28 سنة يعني حوالي ثلاثة عقود مختفي هذا الإنسان هذا الشخص عن منزله مثل ما قلنا الأسبوع الماضي اختفى شابا مراهقا وعاد إلى عائلته كهلا من بين الأسئلة التي أوثرت أيضا لماذا اختفى وأيضا الخاتف ما هي نوايا خصوصا عندما نعلم والآن أصبحتم تعلمون أن الخاتف المفترض والمجتبى فيه الأول الذي تم إدعوه الحبس المؤقت كان يسكن بمحاذاة عائلة هذا الضحية يعني حوالي 100 متر بين بيتهم وبيت المختطف فمن ضمن الأسئلة أيضا التي أوثرت الأسبوع الماضي عن تحركات العائلة قيل كثيرا عن تحركات العائلة وتم نشر فيديو عن والدة أو ما قيل من قيل أنها والدة شاب عمر بن عمران وأنها ذهبت إلى البرنامج دائع الصيت في تلك المرحلة برنامج اجتماعي يعرفه الكل كل الجزائريين كل شيء ممكن الذي كان يقدمه رياض ويخرج وينتجه سعيد علمي فالفيديو انتشر بكثرة وضاعت الحقيقة وسط الإشاعات لم نعد نعلم أين الحقيقة من التأويلات والإشاعات ما نعرفه من العائلة أننا أو باتصال مع بعض أفراد العائلة أن الوالدة لم تذهب أبدا إلى برنامج كل شيء ممكن ولم تغادر مكانها ربما مثل ما عرفنا أيضا ماتت بحرقة بواجع الفراق الإبن ولم تتصل بالبرنامج هذا ما علمناه من العائلة ولكن سوف نتحدث أيضا عن هذا الفيديو وعن البرنامج كل شيء ممكن وعن هذه الظاهرة التليفزيونية وعن نشاطات أخرى مع ضيفي الذي سوف تتعرفون عليه بعد قليل بعدما نشاهد هذا المقطع من الفيديو الذي انتشر بشكل رهيب لما قيل أنها والدة الشاب الضحية في ولية الجيفة كيفش العلاقة تاكم بين الأب والأم والوليد في الدار هذا كيفش دائرة كيفش تخوفوه ولما تخوفوش كيفش تربيته شوية كان عنده شوية مشاكل من ذلك مع من؟ مع الأب التاع؟ مع الأب التاع وشوية كان الحالة شوية من وسمعنا عنده 16 سنة؟ وهذا هو الذي يخدم هو ما زال صغير يعني في السن يقرأ بالحقيقة يزيم يقرأ وانا سمعنا بالي يخدم كان يقرأ بعد ذلك كيفما جاب سيزيا حب اسم قرأي ذاك العين تقولي لي وش حبيتي تقولي له لوليدك أبيت أن أقول له يا ريدي لا رك تشوفي يا ولا رك تسمح في يا رجع للدار رجع لي يا بابك يحوس عليك وخاتك عم يحوس عليك وما تقدرش تقولي له أرواح وما تخافش اللي ندهك يقول له لا لا ما نروحش هذا جزء من حلقة تقريبا هي الحلقة الوحيدة مثل ما يقول أيضا ضيفي لهذا البرنامج المعروف جدا لسنوات طويلة قدمها على مدار 12 سنة أعتقد على شاشة التلفزيون العمومي كل شيء ممكن وفيه تظهر هذه السيدة وهي تبحث عن ابنها ويحاورها المرحوم رياد مقدم البرنامج رياد بوفيجي ولكن عكس ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي من أن هذه السيدة هي والدة الشاب المختفي في ولاية الجلفة منذ 30 سنة فالعائلة نفت الخبر نفته بشكل قطعي وسوف نتحدث عن هذا الفيديو تحديدا وعن برنامج كل شيء ممكن لأن هذه الحادثة أعادت البرنامج إلى الواجهة أيضا قضايا المختفين والمفقودين والمختطفين كان هذا البرنامج محور العائلة كان يعني العائلة الجزائرية تتصمر دعونا نقول أمام الشاشة لمشاهدة الكثير من الحالات الاجتماعية وأسئلة كثيرة حول مدى أهمية هذه النوعية من البرامج لو كانت مستمرة حتى الآن رغم أن وسائط التكنولوجيا تطورت ولكن أهمية هذه البرامج لو كان موجودة في فترة اختطاف مثلا هذا الشاب من ولاية الجلفة نعيد صورة الشاب لأنه خلاص الفيديو فقلت أهمية هذه البرامج لو كانت هذه البرامج موجودة رغم أننا نلاحظون التكلم في عصر أصبح الاتصال فيه يسيرا والفيسبوك والتويتر وتيك توك أصبحوا يقومون بأشياء مذهلة عكس المرحلة التي كان فيها برنامج كل شيء ممكن ضيفي هو اسم لامع في صناعة الصورة في الجزائر صمم الكثير من البرامج قدم الكثير من الأعمال التي يمكن أن نتحدث عنها لاحقا بالتفصيل ويكفي أن أقول أن اسمه رغم بقاءه كمنتج كصانع للأعمال خلف الكاميرا لكن اسمه اشتهر لدى الجزائريين لن أقول عن برامج التليطون التي قدمت عن برامج اجتماعية كثيرة ليس أهمها فقط كل شيء ممكن بل كان مزاف برامج أخرى ثم تخصص في مرحلة بعينة بعدما تسلم مناصب وترك هذه المناصب في التليفزيون العمومي تخصص في تقديم نوع أيضا من البرامج التليفزيونية أو الأفلام الوثائقية التي يمكن القول أنها تحولت إلى مادة دسيمة وهو يستغل هذه الأفلام الوثائقية في التحريد على الظاهرة الاستعمارية في استنطاق التاريخ الجزائري إنه لا يقوم فقط باستحضار التاريخ وإنما يستحضر الأرواح يقوم بجمع شهادات وتقديمها بدون ملل له أدوات خاصة وبصمة خاصة في تقديم هذه الأعمال الضيفة هو المخرج والمنتج والخبير في الاتصال الأستاذ سعيد علمي أستاذ سعيد علمي مرحبا بك شكرا أخي أستاذ قاد على هذه الاستضافة يعتك صحة لك معنا هذا حاجة تشرفني تتكلم عن موضوع خاصة رجعتني للوراء وبرنامج وكل شيء إن ممكن هذا البرنامج لي دام 18 سنة 18 أنا حسبت 12 18 سنة من الموجود ولي قدم كثير للمجتمع لأنه برنامج اجتماعي برنامج إنساني وكذلك هو فضاء يعني أنقول يعني فتحناه باش الناس تقدم قصص حقيقية ولكن أليمة أستاذ أستاذ سعيد علمي لو تكرمت قبل ما تحكيه على البرنامج ولكن حتى نطوي ملف حادثة الجلفة لأنه قيل الكثير وإنت يعني أكثر شخص يمكن أن يجيبنا رغم أن الداكرة تزدحم بالكثير من القصص يعني لا يمكن أن تتذكرها جميعا كان قصص مؤلمة وكان قصص مفرحة لهذا البرنامج أنه لقى عائلات ببعضها البعض لما لم شمل الكثير من العائلات داخل وخارج الوطن فقصة عمر بن عمران الذي طغت على الميديا في المدة الأخيرة تم ذكر كل شيء ممكن وتم ذكر هذا الفيديو فالعائلة نفت أنت سعيد علمي هل تتذكر القصة ويعني هل يتذكر بأن هذه العائلة مرت عليكم في البرنامج أول حاجة بالنسبة للبرنامج 2006 ما مرتش معنا لأنه البرنامج الوحيد ربما استغل هذا البرنامج للإثارة لأنه البرنامج هذا الوحيد الذي يرونه موجود على يوتيوب وكل شيء كانش الحلقات تنتعوه أنا ما نذكرش إذا هذه العائلة جاست ولا ما جاست لأنه على بلك في مدة 18 سنة هي المئات من الحالات لجاست صح هي المئات من اللقاءات إذن إذن نقول أنا بأنه مجاس ولكن هذه القضية تستنطق يعني هذه العدد الوحيد الموجود هو تاعة 2006 2006 فقط ولا تذكر بأن قصة هذه العائلة مرت عن البرنامج حتى الوالدة التي يعني السيدة التي تظهر رغم أنه تم إخفاء ملامحها هذه السيدة أيضا قيل بأنها من ولاية البوليدة وليس من ولاية الجلفة يعني أخبار كثيرة وكلام كثير فأنت تنفي هذا العائلة لا ما نظنش المهم 2006 هذه الحالة معرض نهاش حتى تتنافى معه لأنه هذا السيد تختفى في ستوتسعين ستوتسعين ونحن الحصة جزت في الفينوستة مشتحيل يعني ينتظر كل هذه المدة المستحيل المدة هذه صحيح أنا يعني أنفي هذا ولكن تحس بأنه أنا كنت حتى تشوف صورة تاعة الأم تاعة وغطاها إذن بين بأنه للإطارة فقط صحيح للإطارة فقط أن يستخرج من الأرشيف برنامج كل شيء ممكن هو لم ينسى هذا البرنامج باقي في الداكرة سعد علمي نحكي على تجربة عمرها 18 سنة نعم في اعتقادك لماذا تحول إلى ظاهرة تلفزيونية أكثر منه برنامج تلفزيوني أنت قدمت الكثير من البرامج وأن تشتعل كثير من البرامج اللي على الشاشة ربما وضعت بصمة ولكن كل شيء ممكن مختلف بالجينيريك انتاعه بطريقة تقديمه سنأتي على المرحوم رياد بوفيجي بمضمونه في اعتقادك لماذا هذا البرنامج ترك هذا الأثر لدى المشاهد أنا أظن البرنامج أول حاجة كما قلت نقول لك قتلك اجتماعي إنساني هو من خلال البرنامج نبين ونظهر قصص حقيقية واقعية يعني فيها ألام ولكن فيها أفراح كذلك البرنامج هذا من خلاله المشاهد يشاهد نفسه يشاهد العائلة الجزائرية ربما ماشي هو من قيوس ولكن يشاهد بأنه في قصص قد تحدد له في يوم الماء إذن وخاصة ربما هذا البرنامج كان يقدمه أحد الأمدة والذي نترحمه عليه اليوم هو رياد بوفيجي البرنامج هذا كان يعيشه في وجدانه طريقة تقديم تاعه لأنه ما تنساش أستاذ قادة بأنه لتيصاره مجموعة من الشلوكات طريقة ليقدم بها طريقة ليقاء انتاعه المصطلحات ليوظفها يتكلم لغة شعب كيف البرنامج يخلي المشاهد يتفاعل معاه وكذلك حتى طريقة رواية هذا القصص طريقة تقديمها بالمشاهد لأنه البرنامج هذا كان يشرف عليه فريق صح مسؤول على الفريق ولكن كان في عمل جماعي من البرنامج دائما نختار فيه موضوع أساسي مثلا نتكلم على أبناء الطلاق ونتكلم على الهروب ونتكلم نختار موضوع موضوع جريئة جريئة في الطرح ولكن الجراءة ما هي شيء هي الوقاحة هو نحترم القيم تقديمها بشكل مهذب مهذب صحيح وربما بعد نتكلم على دور الإعلام في ترقية القيم من تاعنا إذن نختاره كان فيه بطبع فريق عمل كان عندنا مختصة في علم النفس نختار جينا المرسلات نختار الرسائل نقش المواضيع لنترحها نقوم بتصوير ونتنقل الأماكن تصوير القصص نقدمها طريقة مشوقة اختير الموسيقى اختير كل حاجات هذه باش نخلي المشاهد يتابعنا وكذلك البرنامج كان مباشر وعندنا الهاتف يعني البرنامج المشاهد يتفاعل معنا صحيح داخل وخرج الوطن داخل وخرج الوطن تصالات من كل العالم الجالية نعم هل أنت اخترت رياد بوفجي لتقديم البرنامج البرنامج البداية كان يسميه تضامن تضامن فعلا لمدة 4 سنوات من 90 حتى 94 قدموا شبين مورات شبين قدموا خوذري وقدموا حتى بوزيان نوردين حاليا راهم وجود في 94 بدلت له عنوان وكل شيء ممكن واللغز حتى اللغز العنوان هي في ثلث نقاط يعني ثلث نقاط وكل شيء ممكن يعني رغم القصة اللي حين نشوفها رغم المأساة اللي حين نشوفها الأمل يبقى قائم دائما دائما نعطي أمل للمشاهد انت خطفت العنوان نعم نعم وحتى في الأول كان البعض اللي نقشني في العنوان كيف لك عنوان ولكن عنوان طويل وابقى في المخيلة صحيح صحيح قمت بإنجاز برنامج حول تاريخ الجزائر من 1038 حتى 1962 في هذا البرنامج نستنطق أماكن الذاكرة الأحداث بحيط طريقة يعني طريقة جديدة واخترت رياض بوف الجيل لأنه كان يقدم هو مرشد سياحي صحيح وإطار في وزارة سياحة في وزارة سياحة وكذلك اخترتوه في المتحف باش يقدم يعني قمنا بجولة داخل المتحف تعلجيش الوطني الشعبي وثم شفت طريقة التقديم بتاعه ونهار تكلمت معاه في 1994 أنا كنت مدير ينتاج في التليفزيون كي تكلمت معاه هو رفض في البداية قال يا سيد أنا لا أنا تأسيحها من جمش الروح قتلوه الحصة اللي ولنسجلوها وتشوف روحك اللي انت لقاب دات بداية ورياض على ما نظن بقاه ذوق في الذكي اللي جميل مستحيل واحد ينسى صورة رياض صحيح طريقة الإلقاء تاعه طريقة تقديم البرنامج تاعه هو الوحيد الذي قدمه كل شيء ممكن هو ولكن كان معاه كانت بعد مايا باشا كين هاركي مرض كين ثاني كذلك فيها لقدمه لنا الظروف تاعه في 2006 في 2006 هو وفاته 2007 برنامج استمر حتى 2008 2008 وتم وكأن البرنامج ارتبط به بملاميحه ولكن رغم هذا يعني في الواقع بطبع لأنه الإنسان يقدم برنامج لمدة 14 سنة مستحيل يروح ملمخي التي تعلق المشاهد أنت الذي اقترحت عليه اللغة التي كان يتكلم بها لا لغة سهلة تعودنا أستاذ سعيد أن التلفزيون العمومي يعني من التقاليد المفروضة وإن كانت مكتوبة غير مكتوبة لأعلم اللغة العربية ضرورة احترامها بطريقة يعني أن يخرج المقدم بهذه الطريقة حتى في هذا الفيديو يعني الحلقة الوحيدة هو لما يغلط يقول اغلط رحت لي الهدرة يعني عفوي جدا الرياضة هي النقطة النقطة القوية هو عفوي عفوي يعني عمرك ما تلقى مصطنع طريق تلقائي يعني تلقائي حتى في مخاطبة ولا محاورة الضيوف طريقة عادية جدا وحتى احنا البرنامج قبل حاجة رياض قبل ما يروح يقدم البرنامج كنا نشاهد الروبورتاج نشاهد ما بعدها نقشهم كان فيه نديره انبريفينج تلك البرنامج وكذلك حتى نشوفه حتى الضيوف يتكلموا معاهم إذن كان إنسان قريب كثير للضيوف وكان إنسان القوة وكذلك يتواضع إنسان متواضع تواضع جدا هذه درس للاعلميين الصحفيين تواضع تواضع رياض منعرفتو ما عنده اشتر بورتاج ما يحملش بورتاج ما يحملش اشياء يعني وحياة بسيطة جدا رياض كيف نقش بسيط جدا في حياته إذن كسب المشاهد بالطريقة 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 لتحاور مع الناس كيفاش لأنه ما تنساش أخي قدى هو في بعض الأحيان بسمة بسيطة تعطي بها أمل لهذوك الناس اللي يجعوا خززوك طريقة تتكلم معهم فقط في بعض الأحيان ما تعالجوا مش حتى المشكلة ولكن يروحوا فرحانين الناس هذو ما يجيوك حاملين عب ثقر وفي بعض الأحيان سر عايشين وفي صمت تخافوا من المحيط ربما كون يتكلموا عليه ولكن كيجيو محتاجين إلى أذان ساغية محتاجين بشي يسمعوا كلامهم إذن تسمعوا تسمع محتوى مضمون تع كلام مشي إلا صوت إذن هذا الناس جلهم ونقول لنا بعشنا لحظات مؤثرة جدا في بعض الأحيان نبكي معهم ونفرح معهم هذا السؤال يعني الميزة الثانية زيادة على العفوية أن رياض مفجي يتمالك نفسه أمام كل القصص يعني هو يظهر بأنه متأثر ولكن لأنها مهنته ولأن هذه المادة سواء العائلات التي تبحث عن أقاربها أهلها قصص ومآسي وكان فرحة أيضا كان بزاف كنت تبدو البرنامج بفقرة لقاء اللقاءات اللقاءات التي تمها نجاح في لمش من العائلات بسحة كان يظهر أمام الشاشة متماسك يعني هل تذكر عليه هذا الأمر كان لحظات وين شفته يفقد شوية متأثرة جدا كان في قصص عشناها أربعا ما كنا نحكي لأنه إذا تسمح لي تفضل تفضل نعتوا شهامة على الجزائريين كذلك من خلال هذا البرنامج صح جاء مواطن شافها تبكي دهل العيلة تاو ديما تتكلمش العيلة تاو قعد أياماتهم بعد جاء بمجموعة يعني من ناس شهود وزوجوا بها طريق الأرض هذي صرات 75 للقص مشغل 29 احنا عنا قصة تاعة 50 سنة 70 سنة وقناه في البرنامج صح إذن 92 جاء 75-92 في البرنامج جاء قدمنا الحالة هذه زوجوا بها عندوا سبع أولاد بدون وثائق أنا أقول لك الحصة تعطيك أمل وفي بعض الأحيان ترجع الروح حتى للناس باريق الله كي جازت هذيك الليلة الغدواء يعيطوا لي الدرك من الرغاية قالوا لي يا أستاذ رهي الحصة تعني جازة البارح رأوا عندنا واحد هنا يقول لك وشاف خطو والأخ هذا أخوها يسمي عبد بعدتنا الفريق راح يصور صدقني واحد الصور أنا بقى تحتل الآن في المخيلة يعي فيلم كي شافت أخوها تقريب نطقت عن تقول عبد عبد يعني حتى الفريق كان ينشوفه في الصور وكان الناس تبكي تشوف هذيك الصور بعد هذيك ما لقينا الأهل تحا للأخر دارة الوثائق تحا اللي بلاد دخلوا المدرسة وما يقرأ وش وحياة جديدة عشت هذيك يعني رديته الأمل لعائلة بأكملها الحالة الثانية هي صرت لي في كالي دنيا الجديدة وأنت متخصص في كالي دنيا الجديدة وأنا أتجول يعني لأنه الحفاظ تعل كالي دنيا الجديدة جعلت فرنسا منهم لأنه فرنسا الاستعمارية خلت لهم عب والعب هذا أو الثقل هذا تعل المعتقل يتنقل من الجيل إلى جيل والألام تتنقل من الجيل إلى جيل لأنه داروا واحد القانون 30 مايو 1854 كل من يحكم عليه بثمان سنوات وأكثر يحكم عليه الإعدام يعني باش يعيش في كالي دولة الجديدة و أنا نقوم بتصوير تعل فيلم تعل شهود الذاكرة ليت هذ الجيل هذا محافظة لكل ما تركهو الأجداد حتى الأسماء القديمة يعني الأسماء اللي احنا اليوم ما نسميوهاش هما حافظوا عليها وحافظوا على بعض الرموز لتمثل قيمة المجتمع راح تدخلت عنده واحد الحفيد نلقاه ندير صورة الصورة هذي كما لقها طرح تنسوها وش صورة يعني لك هذي قل لي ما لباليش خليها لي جد جدنا ولكن الصورة استنطقتني لأن الصورة هذي مخوذها بالجزار لباس جزائري تقليدي جزائري خذت الصورة هذيك ورجعت للجزائر دلت وكل شي ممكن بش نعطك أهمية وكل شي ممكن كي الصورة هذي جايزت في الحصة لقد وطسلوا مين بسكرة قالوا لي ودي الصورة هذي راي جابت رحت نبحث عن العائلة مثلا هذه تعليون خذت الصورة وجدت القصة كيفاش الابن والأب نفاتوا في فرنسا بدون ما يرتكبوا جريمة لأن وجدت تقرير في الأرشيف بعد ما في كاليدونيا الأب سمحوله بعد 35 سنان يارجع والأبن ما سمحولوش قطيع الأب كيرجع خذ الصورة وبعثها لوليدو ويطلب من الإدارة الاستعمارية بأنه إذا ممكن قبل ما يموت يخلي وليدو يارجع لكن الإدارة الاستعمارية رفضت ونهار سمحولو باش يرجع أركب في الباخرة وبسكتة قلبية عمرو ما يرجع وخلى من جيل الجيل هذيك الصورة الدول ومن خلال هذيك الصورة تم جاء هذك الحفيد وزار بسكرا وكلتمر وشفس يعني باش نقول لك أهمية الإعلام أكتر من الإعلام روابط إنسانية طبع هذي نقول عليها بأنه روابط يخلق هذا الروابط الإنسانية وهذك العيلة هذيك نوعنا درت له الدوي الحزن يعني خلع سنراته عرفت الحقيقة عرفت الحقيقة صح اللي ساهمتوا أنتم فيها كنتوا تتلقوا بزيف اتصالات ورسائل كي كثير من الرسائل كي ما تكلمت في 19-19 قلت لك أنا كايين اللي لقيناهم سبعين سنة سيرك عمار كايين سماع بكلي سيرك عمار سيرك عمار كايين واحد كانوا دار سيرك عمار هذا في جوه هو الدلمة ولاية باتنا جاء واحد منهم طفل صغير داوة أكثر من ربعين سنة ما ظهرش عليه خبر بل لكن من خلال برنامج هذا وجدناه اللي لدينا ما زال يخدم في سيرك عمار هو شيخ يعني قصص تشوفها غريبة غريبة ولكن في بعض الأحيان الإنسان يقول واحد فينا يعني محمي من هذا الشيء صح طيب هذه فيها إنسانية وسأسألك عن تفاصيل إنسانية لأنه انقلت هذا الجانب للاعمال الوثائقية فيما بعد بالصح فيها إنسانية وفيها خدمة عمومية هذا البرنامج طبع الآن في عصر الصورة أستاذ سايد علمي هل تعتقد أن هذه البرامج ممكن تقديمها على الشاشة يعني نتذكره كل شيء ممكن على التلفزيون ونتذكره بأبحث فائدة العائلات عبر الإداع لأستاذ العربي بن دادا فهل يمكن الآن في عصر الفيسبوك والتيك توك وكذا تشوف هذا البرامج ممكن تقديمها تحت عنوان الخدمة العمومية بطبع بطبع أستاذ البرنامج هذا الهدف ما هي الأهداف الرئيسية أو الحاجة هي تلقية حوار داخل الأسرة الجزائرية ثاني حاجة هو تلقية القيم الإنسانية كالتسامح كالتضام كالتأوذر كل ما حبه حب للغير كيفش نحبه نقدمه إشياء جميلة للغير كذلك هي تلقية روح المواطنة كنت تكلم عن الجار اللي دا جاره وغلق عليه أين هي روح المواطنة بكريحنا الجار الجار هو اللي يحمي الجار تاعه هذه السلوكات فقدناها واللي هنا نقول دور الإعلام مهم في ترقية هذه القيم أنا تسمح لي نجبدلك ولكن نذكر نجبدلك قصص خاصة كنت تكلم عن الأطفال والمراقين مهم جدا الصورة تغير شلوكات الطفل والشاب أنا لاحظت مثلا تسمح لي يعني نقول لك شي هذا بلمض كل قناة تقول لك حالتين مرة قاعد نتبع هكذا جيت مشاهدات ثلاث ملايين ولا أربع ملايين ولا ألا حصة وإن أعطوا الطفل يوكل في المصامر شي غريب حدرت لها أنا حتى درت لها ميساج قلت يا ولدي حتى كنت نعطي الحالات كما هذي كتب ممنوع لطفل حذاري هذا خطر لطفل لا على قلتك الإثارة وقصة من القصص شاهدتها يلي الأسف في قناة من القنوات هذه السنة نتكلم نجيب طفل ونتكلم على التربية الجنسية يا ناس والراحين نروحه يعني اليوم دور الإعلام مهم جدا لأنه إذا فقدنا القيم القيم هي جهاز لما نعلك تحمي المجتمع بالإنذار إذا فقدنا هذا القيم وكسرنا كل ما يربط العائلة والأسرة الأسرة هي الركيزة الأولى بناء المجتمع طيب في كل شيء ممكن كان المواضيع كما قلنا جريئة جريئة ولكن طرح تحت دائما مثلا إذا عطيت الآن العنوي للمشاهدين قد يتفاجأون إذا قلنا بأنه في تلك المرحلة طرحت وأين على شاشة تلفزيون العمومي الذي يعني الرقابة عليه أكثر ربما من القنوات الخاصة التي تبحث على الإطارة وغيره فالتلفزيون العمومي برنامج كل شيء ممكن مع سعيد علمي ومع رياد مفجري طرح غروب الفتيات من المنازل الزواج العرفي الحراغة في تلك المرحلة يعني البعض يسأل بأي طريقة يعني هذه عنوين مجرد قولها على الشاشة يعني وأمام العائلة قد يجعل البعض يرتبك فكيف كان يا أستاذ هي بين المقاربة المواضيع كيف نعالج إحنا كنت لقى جينا مرسلات نحضر البرنامج إحنا 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 الرسائل بعد إطلاع الرسائل كل قصة نشوفوها كيف كيف رح نبني القصة ما هي زاوية المقاربة للموضوع بدون حتى بكريكي في الأفلام يشوفو حاجة بشي من الحال الأسرة كاملة تشتت تشتت صح تشتت إحنا 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 نجمع الأسرة لنطرح قضايا لتهم الأسرة هذا هو التحدي كيف تجمع الأسرة وفي نفس الوقت تطرح المواضيع تطرح المواضيع بطريقة جريئة بالطبع ولكن دايما الرعي القيم بتاعنا بدون ما نحرش أنا ما نحرش الأب ولا الإبن ولا يعني المشكلة أستاذ علمي ليس في طرح الموضوع في حدي ذاته وإنما في طريقة زاوية المقاربة زاوية المقاربة ما هي الرسالة اللي نتكلم وإحنا حتى في الإعلام نفروض نقول ماذا لمن كيف وكيف ربع أسئلة نطرحها إذن نقول لنا قبل من هو المشاهد اللي نخاطبه أنا ما هي اللغة اللي نخاطبه بها ماذا أقول لهذا المشاهد صح بعد كيف نعالج الموضوع تعنا وبعد ما يتعالج الموضوع نجيه كفريق ونديل معينة على الرابورتاج وكان في بعض أحيان وين يتعاون للرابورتاج تعاون لهذه تقيس ولا شك أنه وقعت أخطاء بكاش اللي يخدم هو اللي يغلط بطبع لا شك أنه وقعت أخطاء ولكن ما يذكره الجميع لهذا البرنامج أنه كان قيما وفي نفس الوقت يحترم القيم ضروري يعني يلعب على هذه الزاوية ونجح يعني كانت توليفة مهمة جدا ما زلت معنا أستاذ سعيد علمي نذهب إلى فاصل قصير وكلام مباشر مستمر مع الأستاذ سعيد علمي بعد هذا الفاصل يبقوا معنا مرحبا بكم مجدد المشاهدين الأعزاء إلى كلام مباشر ضيفنا هذا مساء الأستاذ سعيد علمي المخرج والمنتج واء الخبير في الاتصال تحدثنا في الجانب أو في الجزء الأول عن هذه الظاهرة التلفزيونية أكثر منه برنامج له كل شيء ممكن وعن جوانب ربما لا يعرفها الكثير من الجمهور عن شخصية المقدم الراحل ريال بوفيجي زيادة على يعني القيم التي كراسها هذا البرنامج طريقة الطرح التي كان يتناول بها المواضيع هناك جوانب أيضا لها علاقة بتحقيق ربما طموحات بعض الفئات لا يعرف الأحلام التي ربما ارتبطت لدى البعض ويتذكر الجميع أن لها علاقة بسعيد علمي هل كانت في هذا البرنامج أو في برنامج صهارة الأحلام صهارة الأحلام يعني الأستاذ سعيد قدمها أكثر من برنامج زيادة على التليطون هناك الكاميرا تبحث وتكتشف كن أو لا تكن صهارة الأحلام كان بزاف برامج حوار مع المجتمع حوار مع المجتمع وكلها تقريبا برامج تصب في الاتجاه الاجتماعي 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 طبعا فصارة الأحلام وستسعيد كيف نتذكرها نجلس شريط وثائقي حول ما يسمى بناء هذوك يعني مقيوسين بتريزومية 20 عام هذوك هذا البرنامج جبت في التسعينات واحد أنا كنت مساعدة دير العام تصل بيها في 2005 تصل بيها سيدة قلت لي سيسعيد شفيت عليها هي كانوا عندها زوج أطفال معوقين يعني قلت لي واحد فيهم توفى ولكن مراد إذا ممكن تساعدني عنده حلم حبي حقه هو حبي يكون شرطي شفتنا مع كيف نصمم برنامج ونخص لهذه الفئة بطبع اتصلت بالمديرة وقلت لها اختاريلي تسع حالات تسع أحلام نحقق وبالطبع ثم أبدأ البرنامج وحققنا أحلام كثير لأنه كان برنامج شهري شهري ويعني وهذاك البرنامج عشنا فيه لحظات لا توصف لأنه الحلم هو الحياة صحيح وخاصة للناس بالطبع الإنسان ما يحلمش في الحياة هذه هو إنسان ميت أنت دايما عندك أنت تميل إلى الإيجابيات بالطبع أنا طول حياتي حتى الفريق اللي نعمل معها ربما ما يضحكو كان يشوفوني وكلهم كان كان تسع وتسعين في المئة سلبي قا واحد في المئة نرسق في الواحد الامية أنا عندي دايما نحاوس نبلغ طاقت الإيجابية للغير لأن الحياة هذه هي بدون الحياة إذا ما كانت فيها صعوبات تسمعات ولكن الإنسان إذا ما تكون عنده روحة تحدي إنسان تكون عنده إرادة إنسان طموح حاجة شرعية في الحياة ولكن لا بدأ أن تكون بنية على أسس صحيحة رزينة شريفة فقط ولكن الطموح هي حاجة شرعية إذن أنا إنسان نامل بالحلم وحاولت هذا البرنامج خلال السنوات رغم الكوابيس الكثير في مسيرتك التي يمكن أن أن تلاحقها كوابيس اليقضى والمنابل ولكن الحمد لله دائما كل من نلقاه حاجز في المو كنروحوا لشية نحاول نقول كيف نجوز هذا الحاجز ونبين بأنه الانتصار يكون الإنسان ما نقولش الأقوى الأصلح الانتصار كل إنسان لحام رسالة نبيلة ويامل بها بس حتى أي برنامج هو جزء من حياتك أنا أي برنامج نقوم بإنجازه نعتبره جزء من حياته أتفاعل معه أخاطبه ماشي هكذاك في بعض الحين يطرحوا لي أسئلة ألا كان بزاف يعني الأحاسيس بالطبع الحياة بدون أحاسيس ماشي حياة إذن هذا هذا البرنامج تجعل صهر الإحلام دعنا سنوات وحققنا فيه أحلام تشيوخ أي فترة أستاذ سعيد من 2005 حتى 2007 تقريبا سنتين وثلاثة كان في قصص كثيرة رغم أنه كان شهري ولكن كان قصص رائعة رائعة اللي تخليك دايما كل ما تذكرها تقول الحمد لله وأحيانا تحس بروحك بأنك تفيد المجتمع تفيد صح هذا هو الحياة ربما هذا هو السؤال الذي تطرحه على نفسك بعد كل برنامج هل أنا مفيد في هذا البرنامج أو لا طبع ما هي رسالة اللي نو كنت تقول لك ما هي رسالة بعد ما يكمل البرنامج وتشوف مثلا غدا كان فيه الهات في رن احنا درنا هكذا احنا رقينا هكذا برك الله فيكم من هذه هذا الشيء هذا ما عندوش ثمن ثمن صح إذن نعلم نقول لنا دايما مدام الإنسان هذه رسالة نبيلة وكل ما تقدمها وتعود بفيدة على المجتمع تقول الحمد لله لأنه وجود الإنسان مرتبط بشيئين هي القيم اللي حاملها وربما اكتسبها مع التربية على الولدين تعه والمبادئ اللي ذا فعلها كنت شوف وكنت تقول لا إذن بوجود الإنسان مرتبط بهذا الشيء وإلا ما عندوش وجود في الحياة إذن نقول بأنه ودائما نرجع بأنه العمل يبقى عمل جماعي ربما نشرف على فريق ولكن العمل أنا نحيي اليوم بهذا المناسب الفريق اللي شرف وتقريبا كان يبقى 14 سنة معايا في الفريق هذا اللي يبقى 15 سنة اللي يبقى 18 سنة الفريق متماسك ونعتبر بأنه إذا كان البرنامج هو الكل كل جزء من هذا الكل كان يصنع الحدث في هذا الفريق وكنا نخدمه بانسجام بتكامل المصلحة عن الأولى والأخيرة هو البرنامج يكون ناجح ورسالة وحقق الهدف تعوده هو المبتغة وأكثر برنامج يحن إليه سعيد علمي الآن يعني تحس بأنك ما شيء تركته ولم تكتمل المهمة فيه أو ما كنت ترغب بإنجازه ولكن أيضا لأنك فعلا تحن إلى تعبه وصهره وكيف كنت تنجيزه برغم كل شيء هي كل برنامج وعنده الخصوصيات ساعه وكل شيء يبقى جزء من حياتنا طبعا أطول حياتنا الأطول عمر أن أعتقد طبعا أطول عمره حتى باقي في الذاكرة الجماعية المخيلة صحيح لكن تلقى مع الناس نقول لهم في بعض الأحيان الناس ما تعرفني إيش هكذا لأننا ما نبانش في تليفيجيون ما نحبش نبان في تليفيجيون كثير ولكن كنت لقى يقول لك الساعد علمي الاحترام تعال الناس حاجة حاجة ما نجيمش نوصفها لك إذن كسبنا محبة الناس بفضل هذا البرانش وكل برنامج عنده الخصوصيات تاو وهما كالولاد ويستحيل تفضل واحدة لا واحد كل واحدة الخصوصيات تاو فقط صحيح طيب الانتقال إلى الوتائقيات رغم أن هذه تحتاج إلى حلقة خاصة ربما أخذنا وقت كثير في البرامج تليفيزيون وكل شيء ممكن ولكن الوتائقيات أنا أشرت إلى أنك أنجزت حوالي خمسين في عمل الوتائقي حتى الآن نعم شهود التاريخ شهود الداكرة كاليدونيا الجديدة التدخيل هجرة الأدميغ كل هذه الأعمال الكثيرة تقوم يعني تتنقل بصورة ملحوظة بين الجامعات مراكز البحث تلتقي بالطلبة تحاول أن تعرض أعمالك في مهرجانات في أيام علمية في مناسبات وخصوصا الأعمال التاريخية نعم فسؤالي الأول يعني لماذا الأستاذ سعيد علمي يركز على الجوانب الإنسانية العمل الإنساني في التورة ركزت على الصليب الأحمر ليلة الأحمر في مكاليدونيا وليهجرة الأدميغة ركزت أيضا على الجوانب المرتبطة بالإنسانية العودة نفس الشيء فهذا هو السؤال ربما الذي هل هو هل هذه يعني منهجية سعيد علمي هل هذه هي التقافته في رؤية الأعمال قلت لك يعني أي عمل الإنسان يقوم به يصبح جزء من حياة ويعيشه يعيشه كل لحظة من التحذير تاعه إنه أي عمل يطلب أول حاجة تقول ماذا تحدد الموضوع تاعك بعد تقول لي ماذا تحدد الأهداف تاعك بعد تقول بعد ما تحدد المشاهد المستاذف تقول كيف ننجزل العمل هذا كيف رسالتها يتوصف ما هي المقاربة لنوظفها حتى نوصر رسالة تاع ونحقق الهداف المسطرة طبعا إذن إذن نتكلم على الجوانب التاريخية والتنقل التاعي كنت نتكلم على الأعمال التاريخية التاريخ هو اليوم التاريخ في حذاته مادة جامدة هو كيف تخلق كيف تنستق التاريخ وتخلق فيه روح باش تخلي المشاهد يتفاعل معك أنا منظرك شعليك نخدم على الجزئيات نخدم على القصص عندما أبحث في الأرشيف أبحث عن رسائل ورسائل تلقى فيها قصص ما نتناول تاريخ بطريقة سطحية لا أروي قصص ولكن من خلال القصص هذه التناول الموضوع وبالطبع دايما نشوف بأنه كانت تجاوب كثير ونقول بأنه الشريط الوثائق اليوم وسيلة مهمة في تدوين حفاظ وتبلغ الذاكرة وإحنا دورنا هو أنه إذا قمنا بعمل لابد هذا العمل أن يشاهد نعرض الأعمال في الجامعات وحتى في الخارج الخارج ونقش الأعمال هذه لأنه إذا حبينا نبين إذا نتكلم على التاريخ للجزار من الف وثمانية يعني الثلاثين حتى الف وتسعمائة وخمسين هو واثنين وستين يعني تاريخ مليان بالأحداث مليان بالتضحيات هو كيف هذه التضحيات نبرزها للمشاهد بطريقة بيداغوجية بسيطة ولكن مؤثرة اللي تخليه لأن الصورة هي اللي تبقى في المخير اللي تعمل المشاهد ما هي الصورة اللي يحافظ عليها بعد ما يكمل الفيلم ما هو المشهد القوي اللي يخلي المشاهد يقول لك اللي شاف فيها تعكلي دوني السلسلة تعكلي دوني شي زي الناس تبكي صح تبكي على هذا الجزء من تاريخ تأنا المنسي وحتى في الذاكرة الجماعية الناس ما تعرش في خلط ما بين كاليدونيا وكيان قويانا للأخرى في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأطلسي التي أيضا تشتغل عليها اشتغلت عليها وجل سلسلة سلسلة لأنه فرنسا استعمالية انفت من 1864 حتى 1897 الفين وميات جزائري إلى كاليدونيا ومن 1852 حتى 1938 انفت 25% من 70 ألف لتمني فيهم حوالي ما بين 15 حتى 25 ألف جزائري تمني فيهم وجلهم ماتوا في صمت ولم يعودوا إلى الجزائر إلى الجزائر حتى الآن الأحفاد تاحهم حاليا أن يقوم بعمل حول الشيء هذا الأحفاد تاحهم يعني نقول الجيل الخامس لكن ما زال يبحث عندي واحد الرسالة يقول لك عندي جدي جدي رأهم نفوه الكيان وكي رحت جبت الأقنسانس تعو قالوا لي رأه حي شوف الإنسان بحثوا لي لو كش رأهم ما زال حي السيدة رأه قرن تقريبا ثلاثين سنة وما زال يبحث من هذه جريمة إنسانية في حق يعني وحتى العلماء اليوم يقول لك بإنه الألام تنتقل من جيل إلى جيل ومن يتابعون لأحداث الحالية ربما يجب أن يرتكزوا على هذه الأعمال التاريخية حتى يفهموا الحاضر الحاضر بطبع يعني من يتابع ربما يشاهدنا الآن كاليدونيا الجديدة تشتعل فيها احتجاجات ضد فرنسا استعمال حال طوارئ وغيرها 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 وأسئلة كثيرة تطار عبر الإعلام الفرنسي ربما التاريخ فيه كثير من الإجابات عن الأسئلة التي تطرح بالطبع لأنه كاليدونيا الجديدة يعني كل روح كاليدونيا الجديدة هيكتشفها جيمس كوك في 1974 بعد وهو الاسماء كاليدونيا الجديدة الجديدة بعد في 1953 نابرنيو الثالث والتي يعني مستعمرة فرنسية ولكن السكان الأصلية لكاناك عندي مثل ثلاث سنة من الوجود وكني نشوف كاليدونيا الجديدة فيها تركيبة بشرية هم يقول يتكلم عليهم يقول لك المسير المشترك وهذه يحاولون يعني يبنيوه الكاناك لأنه هم يشوف كان الكاناك السكان الأصلية كالكالدوش هما الكولون الفرنسيين اللي راهم استطلطنوا ثم وكان الكاليدونيا يعني ليجمحهم كامل من بينهم الجزائريين في الجزائريين اللي راهم استقروا في كاليدونيا الجديدة بالطبع النقطة الجوارية في كاليدونيا الجديد اليوم هي هي نيكل 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 لأنه اليوم أصبح نيكل كما قال الكنعمة ولكن نقمع عليهم والقانون لأنه كان يعني هذا السكان الأصلية يطربوا بالاستقلال صحيح الاستقلال وكان فيه استفتاء ولكن استفتاء ثاني هما ما حبوش كان يعني ما حبوش يعني طريقة الاستفتاء مع عجبتهم كان الكثير ما ساهموش ولكن القانون الجديد هذا الحبي تقوم ديستراتو فرنسا التعمار هو يقول لك بأنه يدخلوا فيه حتى على منظر 98 من حقهم عدوا ينتخبوا قبل عشر السنوات الأخيرة يعني من حقهم عدوا ينتخبوا يعني على المستوى النحلي وهو سبب الرفض والغضب صحيح طيب الكاليدوني تحتاج إلى مساحة أطوال وربما ديق الوقت قد نأخذ ربما تعهد من الأستاذ سعيد علمي يكون ضيفنا الحديث عن هذا الريهان الكبير كاليدوني الجديدة أيضا سعيد علمي ربما المشاهد يتساءل ما الجديد الآن هل يمكن أن نعرف على ماذا تشتغل كفيلم وثائقي كقصص إنسانية جديدة هل ممكن أن نشاهد قريبا أعمال جديدة حاليا نعمل لأنه قمت بإنجاز سلسلة من الوثائق الوثائقيات يعني حول المعتقلات بين الثورة التحريرية لأنه حتى اليوم المشاهدة تنيج الأشياء كثيرة فرنسا التعمارية إنشأت عدة أنواع بالمعتقلات بأسماء مختلفة خلقة المحتشدات هي باش تعزل الجيش على السكان لأنه السكانهم اللي كانوا مولوا الجيش وحوالي ثلث ملايين جزائري هجروا من قراءهم والقراء التحم تحرقت واعتبروها بأنها يعني وخلقوا لزونة انترديت ووضعوهم في معسكرات كان فيه نوع آخر من المعتقلات ما يسمى بسماتهم فرنسا المستعمارية مراكز الإيواء وكأنهم راحب دالو ديزوتيل للناس إيواء وهذه هنا هذه المعتقلات نوع المعتقلات هو مجلل النخبة المحامين نقبيين العلماء صحفيين كأن نوع آخر من المعتقلات هو ما يسمى بليستيتة هي مراكز العبور والحز وهذه الأماكن هي الاستنطاق والتعذيب هنا أسرة العجيب والغريب وكأن المعتقلات الأخيرة هي لخلقها سالون جنرال سالون في 19 مارس 1958 وهذه بشي نحيو الصبغة على أسرة حرب المجاهدين اللي ربما في المعارك يعني يلقي عليهم القبيل المستعمل الفرنسي بشي نحيو لهم هذه الصبغة وما يعتبرو مش كأسرة حرب وما تحميهمش الاتفاقية الجنف وضعو لهم واحد معتقلات اسمهم معتقلات العسكرية للحج وهذه المعتقلات كانوا مجاهدين تانا التعذيب الجزدي والتعذيب المعنوي بشرت جعهم حركة ولكن فشلوا في المهنة فشلوا وفشلت فرنسا التي دحيرت ولا شك بأن هناك الكثير من القصص الإنسانية التي تستحق عن طروة خلف هذه المعتقلات ربما حينت على المشاريع بسرعة أستاذ سعيد حالين اشتغل عدة مشاريع حين معتقلات فرنسا كذلك عندي مشروع تشتغل على الرسائل وكذلك يعني فيهم مشاريع إن شاء الله ربما ينسف لغا في فرصة أخرى اليوم أخذنا مجموعة معارف مجموعة أسرار وكواليس وأخذنا أيضا أمل وطاقة إيجابية بحضور الأستاذ سعيد علمي المخرج والمنتج يعطيك الصحة اللي كنت معنا في الحسن شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين السلام عليكم اشتركوا في القناة